نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد الخليفة ولي العهد نايب القايد العلاء نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير خارجية حافل عشاء الذي قامه سعادة سيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى المملكة البحرين وذلك احتفانا بمرور مئتي عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبحضور سعادة سيد توبايس ألوود وزير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة ومجموعة من كبار المسؤولين والتجار في مملكة البحرين وأفراد من الجالية البريطانية هذا وقد عرب معالي وزير الخارجي عن اعتزاز مملكة البحرين بالمستوى المتقدم والتطور الملموس الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية المشتركة بعد نحو مئتي عام على قيام هذه العلاقات والتي تصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين الصديقين مكدا معالي هذا التعاون الذي سهم في أمن واستقرار المنطقة كما أنه إحدى قوى الدفع المهمة التي تزيد العلاقات بين البلدين عمقا وتنتقل بها لمراحل أكثر تقدما وتنوعا في ظل الإدراك الثاني الأهمية الاستراتيجية التي تمثله العلاقات الثنائية للبلدين ومسعهما المتواصلة لفتح المزيد من أفاق التعاون على كافة الأصعيدة من جانبها كان سعادة سيد توبايس أولفود أن العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين ستشهد في الفترة المقبلة مزيد من التطور في ظل الفرص الواعدة والإمكانية الكبيرة المتوفرة والرغبة المشتركة في تعميق مجالات التعاون منوها بنتائج المهمة لاجتماعات فريق العمل البحريني البريطاني المشترك والتي تصب في تعزيز العلاقات وتقوية التنسيق بين الجانبين إذا مختلف القضايا وفي كافة المحافل مشيرا سعادته إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر شريكا حيويا بنسبة للمملكة المتحدة التي تلتزم تماما بالعمل مع شركائها في دول مجلس التعاون للمساعدة في حماية أمنها من جهة عربة سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة عن خلص تقديره واعتزازه بحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفادة حفظه الله ورعاه على توطيد العلاقات التنائية المشتركة لتظل نموذجا يحتدى به في شركات الاستراتيجية واهتمام دلالته بكافة الفعاليات التي تجسل اعتزاز البلدين بما يجمعهما من علاقات تاريخية وطيدة والتي تمثلت في العديد من المظاهر وعلى رأسها تكثيف الزيارات المتبادلة بين قيادتين البلدين والمسؤولين في حكومتيهما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة